بسم الله الرحمن الرحيم مساء النور لبنات وشارككم ان شاء الله ستكونوا لبس بسرحتكم الفخير ارجعت لكم هذا المرة ايضا لبنات فيديو خياطة هذا المرة ان شاء الله تجربها للأعراس كما تشوفوا هدو هما المكونات اللي نحن نساج ان شاء الله اول حاجة هذا القماش اللي هو بيزو كريستال لبنات تلقاوا فيه لمعة هذا جبت منه متر تين واربع متر تين واربع المتر الوحدة تعه خمسة وثلاثين الف عندي هذا القاعدة لبنات هذا احبه تكون موضيل وخفيف ما يكونش هذك اللي بزاف واقف هذا جبت منه متر تين ومتر تعه خمسة واربعين الف هذو هم المكونات اللي راح احتاج لبنات راح نبدأ اول حاجة راح ندارها فيها هي نحو القبعة لخماش اللي سنصبح بها لموش لليكنتو راح ندارهم لموش طوال لانتوه يعني مو نكيلوا طول تاعتكم اللي راحين تذيوه تاعت الموش وقصوه اول حاجة ننقيل طول تاعت الموش اللي نحتاجوا نكيل ونذي نقصوه لليكنتو راح ندارهم امروح صغار هنا مستهلش سوف تكفيكم للجبه إذن الأبناء القماشتين نحيت من الطرف الليماش نحيته من الأرض من الأرض هذاك نحيت حوالي 48 سنتيم سوف نقوم بتخوكها يعني حبيتها جبه تكون قليلا مستورة نحتاجها في عرص تعائلة تعناسي كما أقولوا عرص يكون مختلب هناك رجال يجب أن تكون قليلا مستورة ليس خمارة أحبتهم لما أصبح أنتم أحب لن أعطيكم طريقة التفصيل والموديلة سوف نخيطها أحكمت مرقية سلطة الأبناء سوف نطبق فيهم مباشرة أول مقماش هذا طويته على أربعة لا يجب زيارة الأبناء دائما يكون في الأعلى وفي الأسفل هذا يجب زيارة لا يجب زيارة لا يجب زيارة أول شيء هنا قمت عرض الكاتف التاعي هنا عرض الكاتف تاعي 38 نقسمه على 22 سنتيم ونعين نقطة نهبط بالطول أو الارتفاع في الأوراق ونقسمه في الأوراق ونعين الدوران الوسط كذلك نقسمه على أوراق ونخبط من 18 إلى 19 حتى 20 سنتيم في الأوراق ونقسمه على 24 أميقات المصر بيناتهم يا البنات هذا هو كل شيء من الناس المصرين بالطول إذا البنات رأيت طابلة نقص مقابلة هنا قياس وبصنا بيناتهم سنقص مباشرة زيادوا حق الخياط على البنات ونقسموا 30 مولا ونقسموا بسم الله ونقسموا إذن البنات هني كملت فصلتها تبعت الأسفل إذا يخفيفة هنا العرب بتاع الرقبة سنقص سبعة سنتيم ونقص حوالي خمسة سنتيم ونقص 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 نقص يقص ونقص فضح نقص هذه سنقص كبت مخص كانت ها ونقص سنقص ها سنقص حاولي 15 سنتين و هاكا نديرها البي لكم تشوفوها نرسم البي نديرو شوية نديروش بزيف بوانج البي هذا كبه نجيش شامس هادي الغار هينبعز بطن سنزيده لك الأمان معاود نديروش سنزيد لبطن حوالي 15 سنتين و هي دائلية نرسموها غير بشمية هادي 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 نديروش بطن حوالي نديروش بزيف تكون هادي هادي لديوني دو منش ثم الورطة اللي حبيتو طول اللي حبيتو قطعين راح نجيب الجبه قوتي بارك مش هنكيه اللي اخليه هاك شوف نحطه هنه هل البرك خلاص نحن نرسمه لها البنات نرسم بستيلو اذا شوفوا البنات بعدما رسمت هاي لك دائما ننتبه احنا نشوفوا نمشيه انتبه انتبه بعد نوصل الى هنا دائما هذه الحفرة نديرها هكذا كما قلت لكم دائما ما يخرجونه ما يطيفه في المنش دائما ندخلوا هكذا هاي لك هكذا نقصوا يبهن لكم اذا البنات عينتنا طول المنش اللي هنا انا خضيت حوالي 40 سنتيم جيت دوارين المنش تأمنين ووصلت الى 40 سنتيم ندير دوارين اللي حبيته عريض عريض اللي حبيته ضيق ديروه بودع انا دارتو بودع لدوارين تأيدي هنا يجاني 18 سنتيم درت زيت زوج سنتيم حق لخياطة عينت نقطة وصلت مع نهاية الطابق هذي هي ضوط نقصها اذا اللي بنات تشوفوا هنا في نهاية المنش نطلع حوالي سبعة سبتة سنتيم ندير قوس حبيت نديرها هادا شكل هذا نديرها خوس نديرها نسخ الأول نحن نديرها هادا و هادا و هادا هو الشكل تساو كما احبت كما احبت نزيد الجهة الأخرى هذه هي نبطي الناس للجبون نبدأ نخيطه فيها اول شيء سوف نبطن الرقبة هذه هي الرقبة الأمامية قمتها من الأسفل قابلت الوجه للوجه وحكمتها بالإبر سوف نخيط طور طورة البنات ثم نقصها هنا بالمقص ونقلب هذا كلبطان للداخل ونخيط البرا هذه هي اذا اللي بنعت هاي الكلبطان بعد ما ركبته درت فتحات هذا سوف نقلب هذا نقلبه للداخل نقلبه للداخل ونخيط خياطه على الطرف هذا هو كل شيء إذا اللي بنعت هاي الكلبطان ونخيطه بخياطه هذه هي ذكر الخلف سوف ندخده بنفس الطريقة لنركب الأمام مع الخلف إذا اللي بنعت هاي ركبت الأمام مع الخلف بعد ما بطنتهم سوف نقفهم من الأسفل كما شاهدوني رصالة اللي درتها سوف ندع لهم كفة طاية واحدة فقط نقف الليمانش من الأسفل ونجب مباشرة نركبهم هاي من اللي بنعت الليمانش بعد ما كفيتهم من الأسفل سوف نروحوا مباشرة نركبهم على الجبة إذا اللي بنعت هاي هاي ولك المنش بعد ما ركبتوا في الكتف هذا في الطابق يعني بديت منه من الطابق وجيس طالع اللي هنا الكتف وهبطس للطابق الخالفي هذا هو رح ندير أو درتس عفوال الثاني بنفس الطريقة وكوش رح ندير آخر خطوة أني نسكر الجبة كيف نبدأ ونسكرها من الجناب هاي لك نحكم من المنش الساعي من المنش نبدأ هاي لك من نحكم في الخياطة ونمشي ماشية من المنش نوصل للطابق ونجيها بطا على طول الجبال جيها اليوم واليوسر هذي هي تكون الجبة ساكرتس إذا اللي بنعت شوفوا هاي لك احنا الجبة تعيبت ما خلصتها ركبت لها ذاك القعلان صراحة اني يا البنت انا خيطتها ورحت بها العرس البستها يومين كتب ربي بركن صواري لكم ركبت ذاك القعلان شوفوا غير بيديها شوف غير باليد فقط هكذا بيجيني معدول كون درتوا بالماشينة ما يصطح ليش فيه عقاش هكذا هاي لك شكل تاهم كيف يجي هذي هي هنا الرقبة الامامية هاي لك ركبت لها راح نقلب هاي لكو شوفوها من الخلف وظهر البنت هاي اللي كشيف شوفوا كيف يدرت القعلان كيف يتبعتوا على الفي هذك ومعز يتبطوا يجي شكلوا باهي هنا ترجع لكم الافكار هذو اللي بناتها تمو حسب القعلان هاي راحين تشريوا هذي اذا اللي بنات هذا هو الفيديو التعناه لنهار اليوم طريقة تفصيل وخياطة جبة بليمانش اللي بنات تقدروا نقوم لكم ليمانش دونهم صغيرين كما حبيتوا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو يا البنات في الاخير اذا كنتم اول مرة تشاهدوا قناتي ادعوكم للاشتراك تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد ان شاء الله تمتوا في رعاية لعب حفظه وسلام عليكم